موسيقى أستاذ الدكتور هاني نصر أستاذ طب وجرحة العيون ولقيت قسم عيوب مستشوى دينيل النهاردة نتكلم عن الليزك أو معروف على الناس بالليزك أو إصلاح عيوب الإبصار بالليزر طبعا كل الناس كان عندها زمان حلم اللي بيلبس نظارة يقلحها فالحلم اللي بقى له فترة كبيرة موجود الناس اللي مش عاودة تلبس نظارة فيه ناس بتدائق من نظارة وفيه ناس ما بتدائقش فالليزك ده اللي بيتعامل للناس اللي متدائقة من نظارة عاوس إلحها أو طبيعة الشغل بتاعته بيستلزم ان هو مش تحتاج لبس نظار اليزك الحقيقة بيعتمد على تغيير تحده بالقرانية عن طريق شعاع معين اسمه إكزمر ليزر لو قرانية محدبة زيادة بيتاخد من جزء اللي في النص لو القرانية مفلطحة اللي هو طول النظر بتاخد لغربة من الأطراف القرانية طبعا ده بعد ما بتعمل القشط للقرانية وتعمل إصلاح التحده والحقيقة العملية دي مفترض انها بتتعمل من بداية من سنة سنة 18 سنة بافترالة نظارة سابتة لو نظارة بتتغير شوية بعد التسعة عشر ممكن تبقى عشرين أو واحد وعشر سنة ما بنفضرش ان العملية تتعمل قبل سنة 18 إلا في حالات معينة علشان هي الليزك دوة في السنة الصغير لسه الرؤية بتتغير والنظر بيتغير والدرجة بتتغير فمش عاوديين المريض يخش يتعمل في العملية مرتين سعب نضطر نعمل الليزك ده في سنة صغير سنتين وثلاثين أو أربع سنين لو الواحد عنده قصر نظر شديد في عين واحدة ولو ما عملش ممكن يحصل له كسل بهذه العين فنضطر نعمله في السنة الصغير الليزك النوعين النوع الليزك التقليدي القشط بتعمل بالمكانة القشط الهدية تحت العمليات أو فمتوليزك الكشط بتعمل بالليزر يعني الاثنين بنلجع للكممتوليزك في ساعات في المكون القرانية السمك بتاعها ضعيف شوية انتوا عارفين عشان نعمل الليزك لازم يكون فيه سمك القرانية باقي آمن للمريض بعد كده عشان يبقى ما نفعش نقلل نشيل اكتر من جزء معينه السمك القراني ضعيف في ساعات ما نقدرش نعمل الليزك وبقى فيه حلول اخرى للقصر من النظر كمان فيه منوعات لان نقدر نعمل فيها الليزك مثل بعض الامراب بتمنع لنا نعمل الليزك مثل قرانية مخروطية وهي طبعا يبقى بفحص اسمه الكاميرا الخماسية يبين خريطة القرانية و كيف نعمل الليزك للمريض لا ده كل اللي اقوله طبعا الليزك بعد العملية بتاخد خمس دقائق للعين بياخد العلاج عشرة ايام و برعا اثارات فقط نطلب من المريض انه هو ما يدعكش في عينه و ما يدخلش مية مباشرة في عينه لمدة اسبوعين كلها علاجات بسيطة و نتاج الحقيقة بتاعت الليزك نتاج مبهرة لو اتعملت و اتشخاصت صحة و اتعملت بطريقة صحة نتاج بتبقى مبهرة